السلام عليكم انا سارة اليوم رح احكي لكم عن الروتين المقترح للطلاب ايام الدوام وهو روتين المدرسة هدفنا من هذا الروتين اللي هو الدراسة اللي مدت من 4-5 ساعات يوميا وانه ننام من 8-9 ساعات يوميا وفترة راحة وترفيه من 3-4 ساعات هلأ عنا الجدول المثالي الجدول اللي بدنا نحاول نلتزم فيه قدر الامكان اول اشي عنا من ساعة 6-7 الصبح مندرس ونراجع الحفظ يلي درسنا من قبل من الساعة 7-2 ساعة 2 على الاغلب بيكون وقت دوام فعمل ندوم فيه من الساعة 2-2 ساعة 4 بتكون استراحة وغدا من الساعة 4-6 ساعة 6 بيكون وقت للدراسة والتركيز من الساعة 6-7 ساعة بيكون وقت استراحة ومنجلس مع اهلنا من الساعة 7-9 بالليل مندرس فترة تانية بالدراسة ومنركز فيها على الساعة 9 مننام عشان نقدر نصحب كيرا في قواعد مهمة لازم نتبعها خلال هذا الروتين اول اشي لا ننسى الصلوات الخمسة وانه نبدأ يومنا بقراءة القرآن والموبايل بس نمسكه ساعة واحدة ولا ننسى واجباتنا المنزلية وما تكون الاستراحة بس على الموبايل نعد مع اهلنا وما نظرنا قاعدين بالغرفة لحالنا هلأ اجا وقت الدراسة ايش الاولويات اللي لازم نسويها وقت الدراسة اول اشي عنا الواجبات لازم نحل واجباتنا تاني اشي اذا عنا امتحان او حفظ لازم نحفظه تالت اشي عنا التحضير لازم نحضر للحصص الجاي عشان نكون فاهمين هلأ نيجي عنا تقييم التزامنا بهذا الروتين اول اشي عنا لازم احنا نقيم الالتزام تبعنا ونكتب قائمة بسيطة على الاستيكينوات ونحطها قدامنا نكتب الاشياء يلي منساويها وباخر اليوم نشوف الاشياء يلي ما طبقناها مضبوط ونشوف ايش الخلل ونصلحه ولو ما التزمنا بالجدول يلي احنا عاملينه نتذكر دائما انه النجاح هو الاستمرار في المحاولة وماني اسون تكاسل وسلام اشتركوا في القناة